السلام عليكم امسك يوم مجموعة اسئلة نظري وحاجات كده مع الاخ احمد في السنتر اللي يحب يحلها ويجبها ماشي اللي يحب يحلها وما يباش وحر هنحاول نعمل يوم ان شاء الله معاك كده الالافي لبراجعة الانتحان يعني هنحلوا مع بعض بحيث ان يبقى شكل الاشكال البراجعة وهو قولكم ان شاء الله معاك كده لما انتفى البيزنين ده شو بس السنتر اخبار وقعي انا مفكر نعمل يوم الخميس الجانش ومش بكرة يعني خميس الجانش يا الله الصبح كده قبل السطنة تاعة تسعة ونصر اللي يحب يحضر اللي ما يقدرش خلاص بس المهم يبقى فيه مذاكرة ويبقى فيه الطريقة التقييم يعني انت هنذاكر وحاول تقيم نفسهم الامسي كيو مثلا معدد فيه ايه الريتن عرفتك كتب معرفتش كده يعني الجزء اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت كان من الانوان اللي كنتم نسمين adverse drug reactions لو فاكرين كده اللي كان معناها اي حاجة undesirable او harmful او unwanted action of the drug وقلنا ان لو حصل مشكلة مع الدواء بنضطر ايه من وقت في الدواء او نقلل الجرعة او في بعض الحالات بتضطر ان انا عالي لمشكلة اللي حصل استبناهم بقى لو فاكرين الى types كده من حرف type A type A مش هنضيع وقت بس عشان نرحن نخلص type A كان معناها augmented predictable adverse effects وكان تحتها بقى احتمالي كل الدواء بيعمل site effect او secondary super sensitivity او overdose او حاجة اللي سميها cyclotoxic خلي بالك type B اللي كانت من الحاجات المهمة فى المتحانات يلا جمع السورة وصول اللي من سبيل bizarre اللي هو unpredictable adverse effect وكان في احتمالين اللي هو ممكن يعملها يقام hyper sensitivity the allergy او مشكلة تاين اللي نسميها idiosyncras عرفنا the definitions بتاعتهم مشكلة allergy تمام abnormal unpredictable drug response due to antigen antibody action وعرفنا اشكال الالجي او المعهل اللي هو كان اهم نوع فىهه باسمه type 1 اللي بنسميه i-g-immediated او افضل بنسميه antiractic او بنسميه immediate وعرفنا كلمة الـ idiosyncrasy هو برضه abnormal unpredictable response بس كان السبب فى genetic effect وعرفنا الامثالة بقى تاعت الفاوزم الساكسيونالبولين ابنيا وضع كان فيه type اللي هو بنسميه بقى type C اللي هو كان chronic مع الاستعمال الدواء فترة طليلة بيحصل tolerance والتولرنس غريما بيدو قدى بعدها الى بانواعه بقى سوى psychic بس او psychic و physical وممكن الدواء يعمل حاجة اسمها iatrogenicity يعني يكون الدواء هو اللي بيؤدي الى مرض معينة بعد كده كلمنا على type اللي بنسميه دي اللي هو يقولنا عليه delay وقلنا ال delay ده هيبقى مئمة على شكل teratogenicity اللي ام الحامل اللي ممكن تاخد دواء بالذات فى اول ثلاث شهور يعمل تشوهات فى الجنين وقلنا الامثالة المشهورة كان عندنا مثال دواء تاريخى كده اسمه thalidomite عمل ظاهرة يعني شهرة اوي فى تاريخ الفارما ان هو اقل الاوي او منع تكوين الاطراف فى الاجنة عمل حاجة اسمها focumelia او emilia عندنا مثال tetracycline بيأثر على النمو بتاع العطم والسنان الاسبرم بيعمل حاجة اسمها والدواء بتاع السرع عن مشهور اسمه فى نيطان بيعمل مشكلة بنسميه cleft lip او hair lip وال cleft palate واقفنا بقى مارل فاتت لحد الطائب اللي بنسميه type e اللي بنقول عليه end of use effect المقصود بالكلام ده ان الدواء هيعمل عرض جانبي فقط لما نعمل sudden withdrawal of the drug ده المقصود بكلمة end of use طول ما انا بدي الدواء نفيش مشاكل قوي لكن once اللي انا عملت sudden withdrawal يحسن ساعتها adverse effect يقول عليه type e او end of use كتاب القسم كتب الحياة ثلاثة امثلة حلوين جدا اول مثل كلكم متوقعين الادواء اللي تعمل ادمان الدواء اللي من المرة اللي فاتت عمل tolerance وعمل psychical dependence زي الموفين او البربيتوريتس او القحول او ادواء كتير اولا الادواء دي لو عملنا sudden withdrawal لو العيان اللي متعود ياخد كل يوم قرعة مورفين ادمى بالمورفين وعملنا sudden withdrawal بيحسب حاجة كلهم يفكرنا اسمها withdrawal symptoms مش كلا او يقول عليها abstinence syndrome ويمكن المرة اللي فاتت قلنا ان هي هتبقى اعراضها عكس شغل الدواء مش كلا مش احنا قولنا الكلام ده المرة اللي فاتت يعني المورفين بيعمل انالجيزيا ويوفوريا وبينيم وبيقلل blood pressure والheart rate وبيعمل لو حصل ان انا بقت مجمن وعملت sudden withdrawal يحصل العكس عرض يبقى دي يقال عليها end of use عيد مش هيبقى غير لما نعمل abrupt or sudden stop orthodra المثال نمر اتنين مثال معتمد على physiology الحقيقة فاكرين الطريقة اللي بيطلع بيها الكورتيزول وبيطلع من اين ولما بيطلع بيشتغل بيعمل ايه وفاكرين حاجة بنسميها hypothelic vitwitaly adrenocortical axis بمعنى ايبقى عشان يفرز كورتيزول من الادرين الكورتيكس بيبدأ الاول الموضوع بافراز هرمون من الhypothalamus اسمه CRF او يسموه احياناً CRH تاني الاثنين صحيان اللي هو اختصار corticotrophil releasing hormone او factor الهرمون ده بيعمل ايه بعنا مطلع من هاي كورتانة بسه بيروح على vitwitaly ويخليها بطلع هرمون تاني ده فاكرينه اكيد اسمه adrenocorticotrophic hormone اختصاراً كده اسمه ACTH وظفته ايه الACTH ده بيروح على adrenal cortex ويخليها تصنع esteroids تصنع كورتزول وتفرزه في الدم ومن اسمه كده اسمه trophic trophic ده معناها منشط او مغزي يعني هو اللي يزود والsize بتاع adrenal cortex لما يطلع بقى كورتزول من adrenal cortex وانت فاكر الفرق من الكورتزول والكورتزول الكورتزول الاكتب الكورتزول ده كان يتحول عن طريق ال liver الى hydrocortisole وتفر بقى هو ايه الورمون يعمل ايه الكورتزول اللي خرق بقى يعمل ايه في الhypothalamus والبيتويتا ايه نيجاتي فيه صح؟ ابتدي يعمل على CRH وعلى ACTH لحد ما الكورتزول اللي في الجسم ده يتكسر ويبدأ الاكس ده يشتغل مرة ده كلام ده غريب في الفيسيولوجي اكيد استكرتوه طبعاً يشيل معي انا باخد ايان ايام كان مشكلته عنده autoimmune disease عنده برونكا الازمة عنده اي حاجة وبياخد من بره استيرو باخد كورتزول من بره الكورتزول اللي من بره ده زي اللي جوه يعمل انهيبيشن على الاكسس ده يعني هيقلل قوي افراز CRH وبالتالي الACTH هيقل وبالتالي الاندوجينس استيرويد هيقل طح؟ والغد يحصل فيها ايه؟ القدين الكورتكس دي ممكن يحصل فيها شوية أتروفي طيب طول ما انا بدي الكورتزول اللي من بره خلاص انا بقيت عامل على الاندوجينس ومعتمل تقريباً تماماً على الاكسوجينس استيرويد لو انا جيت في العيان ده وعملت صادر ويديدره بج العيان كان بياخد جرعة معينة من الاستيرويد ويقول له افهبه بره بره واحدة كده يحصل ايه؟ العيان ما يبقاش عنده استيرويد مشتره؟ العيان ما خدش الاكسوجينس استيرويد اللي انا قلت له وقفه وفي نفس الوقت الاكسس ده مش شغال اللي فيه باك لسه فيه فيحصل بيسمى بالأكيوت فجأة كده الكورتزول في جسمه يقل جداً وده ممكن يبقى فيه تلف بعض الحلات فهمنا يا جماعة؟ الحل ايه بقى لما تكون ان شاء الله في المستقبل كده بتكتب استيرويد للعيان بزاك لو بتدي جرعات عالية او بقالك فترة كبيرة تستعملها اعمل؟ ايه فكرة الفكرة ايه؟ لما بقدر الاكسوجينس ببتدي مع الوقت الاكسس ده يشتغل بيبدأ الاكسس ده يشتغل فشوية شوية تلاقي قدرين الكورتز رجع تشتغل وتطلع اسطيويد ايه بادي حاجة مهمة قوي ان شاء الله على اخر التربة بقى على اخر السنة هنكون جمعنا كل الأدوية اللي ممكن تعمل المشكلة اللي عملناها صدن والجورتزول افتكر يمكن يجي نبر واحد الكورتزول المثال التالت بقى حاجة اسمها يعني عايز يقول لي ان في مرض انت بتعلق الدوة لو وقفت الدوة ده فجأة المرض يزيد المرض يبقى اوحش من الاول هقول لك مسالين دي المجهودين في الكتاب واحد هقدر اشرحه بالوقت لان هو كلام سهل شوية والتاني خلينا ما ناخد الاوتراميك ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل انتعرفين الناس اللي عندها انجينا بيكترس اللي عندهم تابحة صدرية الناس دي بيبقى عندها مشكلة اسكيميا يعني البلد سبراير للعدرات بتاعت القلب ضعيف شوية فلما يام المجهود يجيه قلم بتاع الزرحة وانا بيعالج العيان ده بديله حاجة بديله دواء مش عشان اضيع الواجع للوقت انا معانيش واجع دلوقت ولا حاجة انا بيجيه بس واجع لماعمل مجهود بدي دواء بدي دواء بحاول قدي دواء يقل الاحتمالات ان يجيه لزبحة صدرية من اشهر الاولي بتتاخد البيتا بلوكرز من اكتر الاولي بنستعملها في الوقاية من الزبحة زي ما نعرف ان شاء الله بالتفصيل ان انا ادي بيتا بلوكر طيب البيتا بلوكر هتيجي كده على البيتا وان بتاع في الهارت وتدفلها مش كده طول ما انا بدي بيتا بلوكر تفتكر بيحصل ايه في النمبر and sensibility of the beta receptors كلام ده انا بسالك لان انت سمعت كلام ده انا بدي بلوكر يعني معناها معناها مانع ان يوصل لريسيبتور صح؟ فيحصل في الريسيبتور حاجة انت سمعتها اكيد اسمعها يعني عدد البيتا وان هنزيد وهتبقى بالادرنالين والنورادرنالين طيب هي عملة تزيد بس انت مش شايفها مش شغالة مش باين شغلات لانها مرفولة بالبيتا بلوكر صح؟ يبقى هي عملة تعالى وتزيد عددها بس انت مش واخد بالك محدش عارك انها بتزيد بالضبط تعالى بقى وقف البيتا بلوكر فجأة كأنك عملت ايه؟ ايه دي كانت متغطية بس متغطية باللوكر شيل بقى الغطة مرة واحدة كده كل الريسيبتورس دي بقت معرضة ويصد شغل أبرينالين ونور أبرينالين اشتغل على الخلايا بتاعت القلب ويزود اول شغلها لدرجة ان ممكن يخلي الأنجاينة او حش من الاول الأنجاينة على فكرة بتحصل لما يكون شغل القلب أعلى من البلوكسا فلالي القلب بيعمل ومش قادر يوصل له الدم اللي يكفي للكارديا كوردلا فسعتها يجي للألم متاع الزبح لو انا بديت بيتا بلوكر وعدت فترة قدي بيتا بلوكر والريسيبتور عمالة تعنى ويبقى بتبقى مور سنسر وعملت سننستوب البيتا تي كلها هتشتغل فوقت واحد وهتعمل رد فعلي عالي قوي اتفاد القلب يشتغل بشكل كبير قوي وانا مش قادر اوصل له دعم اصلا لان انا عيان عندي انجاينة فهيدخل العياني مشكلة انجاينة اسوع من الاول او فبعض الحالات بيجيب حال اسمها مايوكارديل انفارتشان يعني جزء من الخلايا القلب من عدلات القلب يحصل لها مرفوع؟ ابقى اسألك سؤالين بقى المشكلة دي ولو غلطت وعملتها هتصلح نفسك ازاي؟ هتجنب ازاي ان يحصل انجاينة او حش من الاول لو انا عقبت البيتا بلوكر فجأة لا اصحبها بالضغط نفس الفكرة اعمل اعمل كان بياخد اربعين ميلي اخليهم تلاتين اشرين وهكذا وانا بعمل ايه اللي بيحصل؟ يعني ليه الامور هتتزبط ليه؟ صح؟ هتبتدي بقى تتعرض فشوية شوية ترجع تتزبط وترجع للعدد الطبيعي بتاعها افلط بقى انت غلطت وجالك العيان بأنجاينة بسبب ان انت او هو او اي حد واقف في البيتا بلوكر فجأة صح؟ صحيح لقى مشكلة؟ تدينيه بيتا بلوكر تاني اقفل رسمته شو بقى اللي كان فيها مشكلة دي وبعدين اعمل فهمت قصدي بقى يا جماعة؟ يبقى ده المقصود بكلمة المثال بتاعنا ان البيتا بلوكر بتصلح الانجاينة او بتمنا الانجاينة لكن لو استعملتها فترة و جيت عملت هيحسن وساعات حتى يحسن زي وانت لك حاجة اسوأ اسمها ما يقار جانينة تاني هو انا اصلا سبب الانجاينة لأي سبب؟ لأي سبب؟ يعني بتاد يحسن سايد افكتس يبدع يحسن دراكتشن مع دوا تاني يعني اي حاجة مستدعين انا اعوقف نتيجة كويس اي امكان يا لا النيتروجليسين هيبقى دوره الاساسي هو طبعا ينفع في كل الاحوال يعني كوقاية وكعلاج للأكيوت اتاكس هيبقى دوره الاساسي في الأكيوت اتاكس يعني هو ده الدواء اللي هنقزني العيان اللي يجيه وانع انجاينة دولة اولي حط ارس النيتروجليسين تحت اللسان صح ممكن يتاخد بروفلاكس طبعا وانا باختار بقى على حسب العيان يعني انا لما يختار ايه في البرفلاكس وانجاينة بشوف بقى وعنده امراض ايه تانية باخد ادوية ايه الدواء جاب نتيجة ولا مجابش طيب المثال التاني اللي مابود في نفس السطر ده ده اسمه كلونيدين مش هقول عليه حاجة خالص النهاردة وحناخده ان شاء الله بالتفصيل في الاوترناميك المهم من الدواء ده بيعالي الدواء ده من الادوية اللي تتاخد في علاج الضغط العيلي لون الكلونيدين لو عدت استعمله فترة وعملت يحصل حاجة اسمعها بقى نهاردة وفتكرنا ان شاء الله لما بيه وقتها حاجة اسمها يعني الضغط اللي كان عادي وتصلح بالكلونيدين لو وقفته فجأة الضغط يرجع يعلى اكتر من الاول فبرض نفس الفكرة ولو غلطته وقفته فجأة وضغط عادي قوي ارجعت دي تاني واني اعرف ان شاء الله ان دي كان اسم بالتفصيل لان هو معتمر بقى على شغل لكلونيدين نفسه فيعني هيبقى صعب نحن نشرحه دلوقتي لبقى دي تلاتة امثلة بتاعت ما يسمى بال type e او end of use العيوب مش هتظهر للدواء غيلا ما نوقفه فجأة type f ممكن نقول لكم قبل كده ان مش كل الكتب ومش كل الاسات زي يعني متفاقين على ان في حاجة اسمها type f ايه type f معناها failure of therapy ان انا قدي دواء وما يجيبش نتيجة لها احتمالين يا اما من البداية خالص الدواء ما اشتغلش فيسموها primary failure الدواء فشل ان هو يعمل therapeutic effect من اول يوم يديد فيه الدواء وفي نوع تانى من failure اسمه secondary failure مفهوم الفرق ساكن اللي معناها ايه اشتغل فترة وبعد كده فقط تأثيره طيب هو ليه بقى بيحصل primary failure هو اكتاب القسم انفسر على انها حاجة قد تكون genetic يعني العيان ده عنده حاجة genetic abnormality زي idiosyncrasy مش عارب فينين فيه مشكلة في تكسير الدواء فيه مشكلة في ال فيه مشكلة في الميتابوليزم في اي مكانت فالدواء ما جابش نتيجة اللي هي اللي يكون سبب عدم الاستجابة للدواء حاجة اسمها pathophysiological conditions او pathophysiological causes عارفين مرض ديابيتس مشكلة عارفين الناس اللي عملون سكر عارفين انواع ديابيتس فيه يعني اختصار كده وبشكل مبسط ده فيه two types مشكلة type 1 اللي هو بيجي غالباً في سلم صغير وبيبقى عنده absolute insulin deficiency لقياً كان السبب بقى ال beta cells ما بتطلعش انسونين خالص وده علاجه طبعاً من اول للشخص اللي ياخد انسونين طول عبره وفيه نوع تاني الاسمه type 2 ده اللي هو مشكلته عنده insulin ولا ما عندوش اللي ما لسه عنده مشكلة يمكن يكون المشكلة في يعني ال insulin الموجود ده بس مش عارف يطلع للدم والغالب ان يكون المشكلة في insulin receptors صح؟ يكون فيه عنده مشكلة في استجابة الريسيبترز بتاعت ال insulin طيب العيان طيب العيان اللي عنده سكر ده فيه عندنا مجموعة ادوية في الملج اسمها insulin secretar gogs سهلة مشكلة؟ يعني ليه كربة secretar gog دي يعني ده با يزول يعني عشان يجتمل لازم يكون فيه insulin صح؟ طيب ينفع طيب 1 متعالي بال insulin secretar gog يعني لو جربت دي في العيان طيب 1 ده insulin secretar gog هيفشل هيفشل من اول يوم صح؟ لان هو اصلا طيب 1 ده ما عندوش insulin يطلع يبقى ده من ضمن الامثلة بتاعت ما يسمى بال primary failure يعني انت اسأت اختيار العيان افتكارت العيان ده طيب 2 او لسه عنده قدر على فصنيع ال insulin وطلع انه ما عندوش يبقى عشان كده الدواء عمره ما هيجيب نتيجة ده المقصود بال pathophysiological cause ثاني ازا ما قلتلك استعملنا الدواء وبعد كده ما عندش بيجيب نتيجة باسمها ايه دي؟ طيب ده غالية من الدواء اللي حصل معها طولت يا اما يكون حصل الدواء كان شغل كويس واخدت معه دواء تاني ما خلوش يشتغل كويس ايا كان بقى مش كده يعني الدواء التاني ده منع الامتصاص بتاع الدواء اللي انا بشتغل بيه الدواء التاني زود التكسير بتاعه في الليبر الدواء التاني خلى الاسرع ايا كان يعني تفسيراتها كتير قوي بس ده المقصود ان يكون فيه دراكتشن فيه مسلا يمكن معروف او في الطب الناس اللي عندهم هاي بارتانشن ودايباتك بايز؟ اللعيان اللي عنده هاي بارتكشن ده احيانا بنعالجه بديوريتيكس لو سمعت عن الثيزارة ونقولهم ان شاء الله تاني أبوص ألاقي بدأ ضغطه يتحسن بس دواء السكر معادش الشغال الدواء اللي بيعالج البلد شجر العالي معادش الشغال لأن الديوريتكس بتعالي البلد ملوكوز فبدأ يحصل ثيجير مش كده يعني العيان لما كان بياخد دواء السكر اللي واحده في الدنيا حلوه بدواء كان مضبط السكر لما بدأ ما ياخد معاه دواء دايوريتك لأي سبب لقينا إن دواء السكر معادش بيشتغل أو الإفكت بتاعه عمالي إيه اللي يبقى السبب في كده عيب خاص بـ drug interaction إن أنا بدي دواء تاني بـ antagonize الـ action بتاع الدواء اللي أنا بتكلم علي يبقى دا من النسبة كده اللي ما يسمى types of failure خلصنا بقى كده من الموضوع دا نبدأ إن شاء الله في حاجة جديدة حاجة بنسميها dosage of drugs أو يبقى عليها البوزولوجي آآ يعني شوية definitions كده عن الجرعات المشهورة في الفرق الجرعة اللي بنسميها جرعة therapeutic dose دي كلكم تسمعوا مثلاً فلان بياخد أنتباوتك 500 ميلي جرام كل ست ساعين مش كده؟ الجرعة دي موصوفة لشخص adult سنه بين عشرين إلى ستين سنة وميل ووزنه 70 كيلو جرام طيس؟ يبقى الجرعة اللي اسمها therapeutic dose دي هي اتعملت عشان الـ average ده عشان الناس الـ adults اللي سننهم في الـ range ده واللي وزنه 70 كيلو وميل مش في ميل أي variation بقى في الـ factors دي يغير الجرعة صح؟ لو السن اتغير هنغير الجرعة لو الوزن اتغير يمكن يحتاج نغير الجرعة لو الميل بياخد جرعة في ميل تاخد جرعة مختلفة يبقى ده المقصود بكلمة therapeutic dose في جرعتين بقى تانين كده ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل المرة اللي جاية بس انا اقولك مؤقتاً كده معناهم حاجة اسمها loading dose وحاجة بنسميها maintenance dose يعني ايه المقصود بالكلام ده؟ برضو يمكن سمعنا في الكلام بتاع الـ kinetics على ان انا عشان ابتدي اعالج اي مرض بدواء لازم اوصل بمشتوى في البلازمة يسموه desire plasma concentration او the target plasma concentration او therapeutic concentration والسجارة اللي اعرف ان احنا نسميه CSS اللي هو اختصار steady state concentration كمائز؟ عايز اوصل بتركيز الدواء اللي بعالج به للتركيز ده في البلازمة عشان يبتدي يشتغل انا عندي طريقتين اقدر اوصل بالدواء للـ steady state concentration ان انا ادي جرعة جديدة في الاول يقول عليها initial large dose ويسموها بقى في كتب الفرما loading dose سمعنا الكلمة دي قبل كده عش كده loading dose دي كأنك انت بتملى العيان بالدواء عشان توصلوا بسرعة الـ steady state concentration فيها ميزة وفيها عيب الميزة بتاعتها؟ لا الميزة الميزة سرعة صح؟ هتوصلني بسرعة للـ steady state concentration فبتنفع في حالات التوارب لو انا عندي acute heart failure لو عندي infection جابت قوي وعايزة ابتدي عالج الـ infection دا بسرعة يبقى loading dose دي طريقة كويسة عيبها بقى انها ممكن توصل ممكن تعدي therapeutic level دا وتوصل لـ toxic level بذلك في السل الكبير يبقى دا ما يسمى بالloading dose قيمناها جرعة كبيرة في بداية العلاج الهدف منها الوصول بسرعة للتركيز العلاج بتاع الدواء وعرفنا الميزة وعرفنا العيد بتاعنا طيب بالمناسبة ايه؟ هو انا بعد مدي الجرعة الكبيرة دي ببغطة للدواء؟ واني بعمل ايه؟ كل يوم بدي جرعة صغيرة صح؟ الهدف من الجرعة الصغيرة دي ان انا حافظ على الـ steady state concentration اللي انا وصلت له كيف يسموا الجرعة دي ايه بقى؟ maintenance صح؟ كلمة maintenance معصوب بيها كده to maintain the steady state concentration عارف الجرعة دي في الحسابات تساوي ايه؟ تساوي الجزء اللي بيفقد من الدواء في اليوم يعني الدواء بيحصل له metabolism او excretion او الاثنين فبيدعملنه جزء ما دي انا وصلت له ده بعوض الجزء ده بجرعة اسمها maintenance dose طيب الطريقة التانية عشان اوصل لـ steady state concentration هو احنا كلنا لما ديجي نعالج امراض بروح منتي جرعة كبيرة اوي وبعدنا اكمل بجرعة صغيرة لا انا ببدأ بالجرعة الصغيرة ببدأ بـ maintenance dose بقول العيان مثلا في الديجيتالي سخد قرص كل يوم هنعرف ان شاء الله المرة الجاية ان انا بوصل بالتدريق كده هنعرف ان شاء الله بالتفصيل وهنوصل امتى والكلام ده بس ده المقصود بالـ maintenance dose ان انا بدأت بالجرعة دي والجرعة الصغيرة دي بالتدريق كده على مدى فترة زمنية معينة وصلتني بـ steady state concentration لميزة الطريقة ايه واي عيبها عيبها البطر صح بس مش هتفرق معايا لو ده عيان كرونيك اللي عنده ضغط ده يعطوه ويتعالج واللي عنده الامراض المزمرة كلها مش فرق معايا موضوع البطر ده الميزة اللي فيها غالبا مش هيحصل تسمى مش كده مش هيعلى قوي بالدوى فجأة ووصل المستوى بتاعه في plasma toxic طيب اللي مكتوب عندنا في الكتاب اللي هو loading dose و maintenance dose هو مكتوب بس مجرد لما هنرجع ان شاء الله المرة اللي جاي وناخد اخر جزء في في الـ هنلاقي في معادلات بالاسب هنضطر نعرفها ازاي احسب loading dose وازاي احسب انتو عارفين حسبتها فاكريين المعادلات تاعت الـ الـ ان انا قدي amount شكده او dose واشوف الـ انا نهاردة بقى عندي وعندي الـ اللي انا عايز اوصله فاضل ان انا جيب الـ الـ اه اوه ومشاك دايما بيتوسط فيه مجموع امريكة بتوسط بيها دايما يعني اوه 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 بس خليها المرة الجاية اللي مكتوبة بين قصير كده حاجة اسمها الـ 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 ممتؤسط بيها اااقل جورعةالت accidentally الـ الـ مشاكد جورعةالت短然 current ومится او أقل جورعةالتديني في زورةثانية برضه ماعتقدش انها الحاتفور على لك تانى حاجة اسمها ماكسيمال توليريت الدوز. يعني ايه? يعني يمكن تحملها بالزبط. يعني اقصى جرعة ممكن اديها للعيان من غير ما يبانى عليه سايف افكت او ادفيرس افكت. الجرعة اللي شوية مهمة بقى وفيها شوية تفاصيل كده. حاجة اسمها النيديال. اللي هي? لأ دي معناها جرعة كبيرة في بداية العلاج ده بهمت بقى لازم. جرعة لا يعني هم مباردنين. انت تسرف بقى. جرعة كبيرة بديها في بداية العلاج عشان اوصل لستيد كونسنتريش. خلاص? دي جرعة بديها مرة غالبا. لكن ماكسيمال توليريت الدوز ده لقيت عيان مسلا عنده هايبرتنشل وبديله دوة ومش جايب نتيجة في عمالة عالي جرعات. الجرعة اللي اعلى جرعة ممكن اديها له من غير ما يبتدي يعمل عليه اعراض يعني تسمم او ادفيرس افكت معين اسمها ماكسيمال توليريت الدوز. لأ. عارفها غالبا كلينيكالي بقى. آآ يعني لما اعمل التجارب على العينين واشوف الجرعة الاعلى اللي وصلت للرسبونس وما حصلش معاها سايف افكت بديه ماكسيمال توليريت الدوز. ما بتتعرفش من المعادلة ما اعتقدش اللي هي يعني يجوش مزي دي ما لقاش علاقة بالمعادلة دي. الجرعة اللي بقى دي كده بقى اسمها ميديان ديتال دوز. اسمها اختصارا كده. الخمسين دي. كلمة في الاحسن كده اسمها ميديان لو فاكرين. والل دي اختصار ليثال دوز. ليثال يعني ايه؟ ليثال يعني مميت او قاتل مش كده؟ طيب. انا عشان بس اوضح لك الموضوع احنا لما بيجربه اي دوت ديت. وبتدي يجربوه اول مرحلة في التجارب بتبقى على ممكن هتسمعوا كلام ده ان شاء الله في العملية. بيجربوا الاول على تيشوس. يجيبوا الدواء ده يجربوه على الانتست مثلا بتاعت الارنب. على القلب مش عارف بتاع ايه. على بتاع ايه. ده اسمه ان فيتو. ان انا بجرب الدواء على ايوزريت الارجنز. وبعد كده يبتدي يجربوه على معظمة بتبقى فران او الراك يعني او 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 بيجربوه علي الدواء. من ضمن الحاجات اللي بيعملها بقى في الابحاث على الانيمال زي ما بيقول عليها ان انا اشوف الدواء ده اخباره ايه كدواء كتسمم يعني. وبيعملوا حاجة بسيطة جدا. بيجيبوا مجموعات من الحيوالات. يعني انا عندي مسلا بشتغل على فائن. بجيب مجموعة كل مجموعات كده من من الانيمالس كل مجموعة مسلا بسيطة فيها عشرة فائن. وكل مجموعة قديها جرعة. يعني دي مسلا انا قديها عشرة ميلي. دي قديها عشرين. دي قديها اربعين. تمانين. مية وستين. وفضل ازود جرعات كده زي ما انت عايز. ازاي بقى احسب ال L D 50. ال L D 50 هي الجرعة. الجرعة اللي اتموت خمسين في المية من الانيمالس. مفهومة? الميديا يعني هاجي كده حقنت النهارده الجرعات دي في الحيوانات. هاجي تاني هون كده اشوف قدي ايه مات. بقيت مسلا العشرة مفيش حاجة ماتت. القشرين واحد مات. في المجموعة اللي خادت قشرين ميلي. فار واحد هو اللي مات. وبعدين اللي وراها مش عارف كم فار مات. اشوف بقى المجموعة اللي مات نصها. واشوف الجرعة لموتة النص ده قد ايه. بنسبان اسمها ال L D 50. سهلا? ايه. هي مقياس ل L D 50. يعني بقولك الدواء اللي لسة بنقربه دواء اكس. ال L D 50 بتاعته خمسمية. ودواء تاني ال L D 50 بتاعته مية. ميت ميلي جرام. ميت فيه مور توكسك. مية صح. لان موت بجرعة صغيرة. يبقى الدوه ده is مور توكسك عين دوه التاني. يبقى هي من قياس لما يسمى بالأكيوت دراب توكسيسي. من قياس مجرد بس كده حاجة يعني. عشان ما يجي قارن عدوية ببعضها. طيب. النقطة لي مرة اتنين بقى. طيب. الالي دي ففتي بقى حسب بيها حاجة مهمة اوسمها الـ therapeutic index. وكنت بحس بيها زمان كلمة كده موجودة في الكتاب مش مهمة اسمها safety margin. المهمة بنسبالي. انا الجرعة دي بتساعدني ان انا احسب حاجة بنسميها الـ therapeutic index. ايه بقى الـ therapeutic index دي. اقسم الـ LD50 على جرعة تانية اسمها الـ ED50. انا عرفت الـ LD50 اختصار ايه. شكرا؟ median lethal dose. فهمت معناها؟ الجرعة لموتة نص الحيوانات. اقسمها على حاجة اسمها الـ median effective dose. الجرعة اللي عملت therapeutic effect في نص الحيوانات. واسم ده على ده. واسم. انا عارف ان انت confused اوي. مثال اقولك مثال بالارقام. عندنا ثلاث ادوية. الدواء الاولاني. لقيت الـ LD50 بتاعته 100. 100 ميلي جرام يعني. والـ ED50 بتاعته واحد. وان ميلي جرام. ده الدواء الاولاني. الدواء التاني عشان بس ما نصعبش المسائل يعني. 100 ميلي جرام الـ LD50 و 10 ميلي جرام. الـ ED50. ودواء تالت الـ LD50 مية. والـ ED50 خمسين. اول حاجة بس احسبلي therapeutic energy بتاع تلات ادوية. اول واحد. مية على واحد. مية. مية ايه? يعني. مية ميلي جرام ولا مية فران ولا مية ايه? مش حاجة. ليش يبقى الميلي جرام ليطيب عن ميلي جرام مش كلا? طيب. التاني عشرة. التالت الاتنية. مين فيهم? ده سيفست. ومين فيهم ده موسك التوكسيك. بين السيفست? بالمية. ليه بقا? عشان الأريسش ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بت موت كبير. صح؟ ومين فيهم دمست يتوكسك? الاتنية. مش معنى? عشان الأريسش ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتتموت قلية صح? هي المية. المية ليه بالنسبة لي؟ مجازل يعني. معناها ان عشان يحصل труسيسيك Lee. محتاج عمال ايه؟ عشان يعمل التسامم انت telephone. محتاج اعمل ايه? قدي مية ضعف الجرعة اللي بتعالج صح? والاتنين معناها ايه? لما قلت لعنينكس رقم اتنين معناها ايه? ان عشان يحصد تسمم اخد بس ايه? ضعف الجرعة صح? يبقى اكيد هو الرقم اللي قولك عليه القريب من الواحد الصحيح صح? هو يلفع استعمل دول. الينكس بتاع واحد. هو الينكس بتاع واحد معناها ايه? الجرعة اللي بتموت ايه? الجرعة اللي بتخفف. ما نفعش طبعا مش كده? كل ما كان الرقم قريب من الواحد الصحيح معناها للدوة ده is more toxic. وكل ما زاد الرقم معناها للدوة ده سيف لان الراسيو مبيد الافكتب دوز الجرعة العاجية والجرعة اللي تعبل التسمم فرق جدا. لما قولك مثال كده في المنهي ان شاء الله مجموعة اسمها البيتودايزيبيز ادوية بتهدي وبتنيم وبتعالجي التشنجات. لما قولك الثرابيوتيك انكس بتاعها مور دان وان ثاوزند. فهمت ايه? الثرابيوتيك انكس بتاعها الف وفما فوق. معناها انها extremely safe drugs مش كده? ادوية safe جدا. انت عشان يحصل التسمم منها مضطرة ايه يعني اوه عشان التسمم العيان بيها. محتاج ادي الف جرعة ادي الجرعة لها جيد. صح؟ بالزبط. يعني حتى لو الف مليا او الف وقصة او حاجة دي حاجة يعني نظرية حتى صعبة او. تفهمنا الفكرة يا جماعة يبقى عرفت ال LD50 هو من قياس للتسمم مش كده? كل ما كان الدوة بيعمل تسمم بجرعة صغيرة يبقى الدوة بتوكسك. وحسبت منها حاجة هي مش طقيقة او الحقيقة. بس هي حاجة كده ايه مجرد انكيشن التسمم. ان انا بحس بالثيرابيوتيك اندكس بقسم حاجة اسمها اللي هي الجرعة لموردة نص عدد الحيوانات على الجرعة اللي عمل الثيرابيوتيك افكت معين نص العدد. كل ما كان الرقم كبير يبقى ده more safe والعكس. كل ما كان الرقم قريب من الواحد معناها الدوة بتوكسك. صعب? طيب. في عندنا بقى استعمالات تانية لل LD50 موجودة في الكتاب هو كاتب ان هو ممكن يديك فكرة عن ال GID absorption. يعني ايه بقى? عايز اعرف الدوة اللي بيمتصك وعيس ولا لك مش كده? فافضل ادي جرعات منه oral. وادي جرعات من نفس الدوة بس اديها IV. واحسن بقى. ال LD50 بتاعة oral dose وال LD50 بتاعة intra penis dose. فافضل ايه? نفس اللي انا عملته للمرة الفافتة. بس مرة اديته عن طريق الفم للحيوانات اللي اللي بجرب عليها ومره حقنته. امتى اقول ان الدوة ده امتصاصه كويس او امتصاصه واعش من الرقم بتاع ال LD50. لما يكون قريبين من بعض. يعني لما يكون الرقم اللي بيموت اوري. قريب من الرقم اللي بيموت معناها ايه? معناها الانتصاص اخباره ايه? كويس مش كده? معناها الoral absorption كويس صح? بدليل نفس كبير من الدوة لما امتاخد اوري ووصلوا عمل تسمم. لما يكون الفرق كبير. لما يكون ال LD50 الاورال اعلى بكتير من ال IV. محتاج الانتصاص معناها الانتصاص مش كامل صح? يبقى ممكن الرقم ده وطبعا برضو ده حاجة لايه اعتمد عليها ده لسه هنكمل ابحث كتير بعد كده. بس اصطر دولك ان هو ممكن صعبة كده يا جماعة? يعني تسيبك حتى من ال LD50. لو رقم بيدي تأثير علاجي لما بيتاخد اوري بجرعة بيدي نفس التأثير العلاجي لما بيتاخد بجرعة زيارة. يبقى كده انتصاصه اوري مش هلمو. بنفس الفكرة بالضبط. بس بدل ما بحث 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 النقطة اللي بعد كده يعني قررنا الحمد لله بعد تشاورات مع الناس الصبح ان احنا مش هنقولها. انا عادت مبارح وضعات طول يعني فترة طويلة جدا اشوف هنقولها ولا لأها ونور عليها في الكتب مكتوبة ازاي وتفسيراتها ايه؟ بل ما وصلتش لحاجة يعني تهورت الصبح وقلتها وفتحت جدل كبير جدا جدا العيس قال فيها بعد المحضر هنور معاها ان شاء الله حتى لبكرة. هو بيتكلم على ال LD50 بعد يوم وال LD50 بعد تلات ايام. الفرق بينهم ده ممكن يديه فكرة عن الاكسيكليشن او الميتابوليزم بتاع الدواء. الفرق ما بين الجرعتين الجرعة لموتة بعد يوم والجرعة لموتة بعد تلات ايام. الفرق ده ممكن يديني فكرة عن الدواء ده هل بتخلص منه بسرعة ولا فيه مشكلة في التخلص منه. وانا قلت حاجة وما ما اقتنعوش وقالوا عكسها وما اقتنعناش ويعني ايه الموضوع يعني خليه بقى كده ايه بره للحس ان شاء الله بيبتدي نفاهم فيه. اللي ضايع وقت كتير اول عيه في المعادرة وهو حاجة ما اعتقدش يعني ان هي لها اهمية كديرة قوية. الجزء اللي جايب بعد كده بقى اللي هو انا اقدر اعرف من التوكسيست بتاع الدواء. لما الدواء يموت الانيماتس باخد الليبر والكيني والسبلين والبريين والبون مارو. واعمل بطلوجي عليهم. بشوف يعني بعرف ان الدواء عمل تسامم مموت عشان نيفرو توكسيك. او عشان يباتو توكسيك. فمن ضمن استخدامات الـ LD50 دي ان انا لما مموت التحاولات التجارب اقدر من خلال الفران اللي ماتت دي اعرف هل هو بوز ارجل معين او بوز حاجة تانية فبيديني فكرة عن السبب بتاع الوفاة في المتسامم. اخر استعمال لها بقى حاجة بنسميها clinical trials. احنا عرفنا الدواء اللي بقى يتجرب بنبدأ بانيمات مشكلة بنبدأ بتيشوس الاول اسمها in vitro وبعدين اجرب على الحيوانات كاملة اللي نسميها in vitro. ومن ضمن التجارب اللي عملتها عرفت الـ LD50 والـ therapeutic index بتاع الدواء. لما اجي بقى اجرب المرحلة التانية بقى اجرب الدواء ده في بني ادنين سواء volunteers او عينين. بابتدي بجرعة تساوي واحد على عشرة من الـ LD50. يعني في البني ادم بقى ما بقعدش اجرب الدماغي بقى هبتدي بجرعة الـ DA و جرعة دي اطلع صغيرة ولا كبيرة هو جرى العرف ان انا لو الـ LD50 مثلا ميت ميلي وهبدأ اجرب الدواء ده في البني ادنين ابدأ بعشرة ميلي جرام. واعمل نفس الكلام بقى ازود واشوف الـ response والكلام ده كله. يبقى ده؟ مجموعات بوردو في دواء. نعم؟ مجموعات بوردو. طبعا مجموعات وهيس بقى وكينيتكس والغيناميكس وتوكسيسيتي وكل حاجة. يبقى ده بالنسبة للاستخدامات بتاعت الـ LD50 الـ Definition بتاع الـ Therapeutic Index. بتاعي يقولناها خلاص واضح وللسه صعب. ايه الـ Definition بتاع الـ Therapeutic Index؟ ايه هو Therapeutic Index? الـ Median Leather Dose والMedian Effective Dose. ما بينه؟ 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 ما بينه الـ Median Leather Dose؟ القرعة اللي موتت نص الـ Experimental Animes. طبعا؟ والـ Median Effective Dose. القرعة اللي عمله Therapeutic Effect معين. يعني مثلا وطت الضغط عشر ميلي في الـ Experimental Animes. في نص العدل للحياة معيتي. الـ Median Effective Dose؟ لا ماليش ده أبقى التسر ولا لأ. أنا عندي مثلا وابتدي هنا في المجموعات دي ممكن تلاقي زي ما قلتلك مجموعنا ماتش فيها فران خاص. أو ماتعليكش فيها فران خاص. الماليش ده عظيم. أنا ببدل أدور كلا. أشوف الـ 50% من الـ Alimas. ماتت جرعة قد ايه؟ أو 50% من الـ Alimas ضغطوهم ودت مقدار معين قد ايه؟ واسم ده على ده. فضالي. أبرافو عليك. لاحن نستطيع معناها دي كده في الـ Dozer Spons Card مش كده؟ أه. تفاكرين حاجة اسمها الـ Ed50 في الـ Dozer Spons Card؟ كانت معناها ايه؟ تفاكرين؟ مش كانت فيه حاجة اسمها الـ Dozer Spons كده بكده وبوصل لحاجة اسمها الـ E Max وحاجة اسمها الـ Ed Max وبوصل لحاجة اسمها الـ E 50 بعرف منها الـ E 50 مش كده؟ دي حاجة ودي حاجة خاص مش كده؟ دي حاجة حتي ما نهمش علاقة بعد تقريبا أنا وبستشابه في الموضوع. هنا كان معناها ايه؟ الـ Dozer الديني 50% of the maximal response مش كده؟ هناك بقى معناها القرعة اللي بتعالج نص عدد في الحيوارات يعني دي بعملها على تيشور أو بعملها على أنيمال واحد أو كده وباخد الإحصاء بتاعتي. فهم الفرق؟ يبقى ده بيشتغل على Dozer response curve بتكلم على الـ Dozer which gives 50% of the E Max هناك بتكلم على الـ Dozer اللي بتعمل therapeutic effect في 50% of the E Max هناك بتكلم على الـ Dozer اللي بتعمل therapeutic effect في 50% of the E Max هناك أنا بس أفكرها كده الصفحة اللي هي قبلها لصفحة 25 كان فيه نقطة بارح واحد ننكلم على الـ Characteristics of the Tolerance لوف أجلين فيه نقطة قلتلكم هنأجلها لحد ما ناخد therapeutic index طيب إليه نقطة نمره 4 في الكلام بتاع characteristics of a correct tolerance هو مكتوب إيه بقى في الحكاية دي؟ مكتوب اللي The Tolerance may affect the therapeutic dose rather than the toxic dose أنا عايز بس حد يفسرني Tolerance معناها إيه؟ إن الجرعة العادية معديش بديد الـ Response فمانطر إن أنا على الجرعة طيب أنا عشان أخد response معين بدل ما كنت بأخد response من مورفين 5 ميلي جرام بقيت عشان أخد نفس response بأخد مثلاً 50 ميلي أو 100 ميلي صح؟ يعني انطريت إن أنا زود أنهي جرعة Therapeutic عشان حصل tolerance The toxic dose تقريباً ما يحصلش فيها tolerance The toxic dose هتفضل سبتة يعني نفترض معاك إن البني آدم العادي بياخد 5 ميلي جرام مورفين الوجع بيخف لو أخد 1000 ميلي جرام مورفين يحصله التسمم كويس؟ ويموت يبقى therapeutic index في البني آدم العادي مثلاً بتاع المورفين قد إيه؟ 1000 على خمسة يعني؟ 200 صح؟ طيب العيان بقى اللي بقى tolerant للمورفين العيان اللي بقى له فترة بياخد مورفين هل الخمسة ميلي جرام هتضيعه الوجع بتاعه؟ هتطر ياخد جام مثلاً مثلاً خمسية مثلاً كويس؟ عشان ياخد نفس response The toxic dose ما تغيريش The toxic dose هي 1000 ميلي جرام ما حصل بهاش tolerance لما يجع اسم therapeutic index الوقت يطلع كان؟ 20 إبقى الدواء بقى more toxic ولا less toxic الindex بدلاً ما كان 200 بقى 20 فكان الدواء بقى more toxic هو دا المقصود بالجملة دي بقى ان therapeutic index ممكن يقل في الناس اللي عندهم tolerance وعرفنا ليه قال تفضليني؟ حتى لو كان هو وصل الوصفة عادي أود 5 ميلي جرام اوه بالضبط يعني حتى لو وصل ان هو بياخد 500 ميلي طبعاً دي صعب قوي لكن اخترت معاك ان هو وصل الوقت بقى بياخد في 500 ميلي جرام وفي الطبق بتاعها يموده لكن العادي الأولاني ده لو بياخد خمسة بحتاج 200 ضرف عشان يموت مش دي فكرة therapeutic index كده فعشان كده هو كان مكتوب في الكتاب ان هو ممكن تأثر على therapeutic dose مش على toxic dose فلما اجحصل ال therapeutic index بالأرقام بقى الرقم اللي تحت بقى رقم كدير يبقى محصلة الاسمة هيطلع رقم صغير والرقم الصغير في therapeutic index بلسباني معناها الدواء مور toxic في النهاية يا جماعة يبقى دي بس عشان يبقى ايه مضيعناش حاجة في الكلام الجزء اللي جاي بعد كده لتحت therapeutic index هو مقياس احسن من اللي فات لل safety وال therapeutic index دا بيتقاس على ايه على الانيمال صح؟ انا مش هجيه بقى بنقادمين مموض نصهم واشوف ال index بقهم ايه يعني اللي بيتقابل على البنقادمين بقى حاجة اسمها therapeutic window دا بقى حاجة clinically adapt واحسن كتير قوي في الحكم على safety of the drug than therapeutic index بيتقابل ازاي بقى حاجة زي sub response curve اللي كنا بنقول عنه من شوية كده هو انا باخد plasma concentration او باخد بالتحديد بقى plasma concentration و عن فكرة concentration وتفرج معانا كتير قوي يعني الجرعة اللي باخدها هتتتحول او هيبقى مقابل بيها تركيز معاين فى ال plasma المهار ما انا باخد الوق بلازمى كونسانتريشن وبشوف الرسبونس مش بقى فعيان او فالكسبرمنتل انما البقييس وعلى مستوى بيرسانت من البشر بشوف الرسبونس على مستوى %of population بشوف الجرعة الفلانية عالجت كام في المية من الناس اللي اخدوه والجرعة التاني او التركيز التاني عالج قد ايه في المية من الناس اللي اخدوه فبيطلع حاجة شبهه اول يبقى ده الترابيوتك بتاع الدواء واعمل نفس الكلام بالجرعات العالية واشوف الجرعات او التركيزات اللي عمل يعني الجرعة الثلانية عمل في قد ايه مش بازم تكون موت على فكرة عمل في قد ايه من الناس ويطلع كرب تاني كده برضو عمل زي كده كويس؟ يبقى الكرب الاولاني ده كأنه بقيس الترابيوتك افكت بتاع الدواء بس بقيسه على اعداد كبيرة او نسبة مئوية من الناس اللي اخدوه والكرب التاني كأن بقيس بيه تسمهم الدواء التوكسك افكت اوف دا دراج وبرضو بقيسه بتنهير التركيزات وعلى مستوى percent in population طيب باجي كده وروح جايب المينمم ترابيوتك دوز وروح جايب المينمم توكسك دوز تفاهم قصدي؟ يعني بجيب كده من هنا واشوف ده اقل حاجة علاجية ده وعملها وروح نازل كده جايب الجرعة واشوف نفس الكلام على مستوى التوكسك دوز يبقى كأني عرفت المينمم ترابيوتك دوز والمينمم توكسك دوز لو لقيت الفرق اللي بينهم بقى فرق كدير كده ايه رأيك؟ لقيت الفرق بين المينمم ترابيوتك دوز والمينمم توكسك دوز فرق واسع يبقى الدوى ده افوره ايه؟ سيف خيس؟ لو لقيتهم مريمين من بعض يعني عملت دوى لقيت ان هو عامل كده المينمم ترابيوتك دوزة ايه؟ والمينمم توكسك دوزة ايه؟ يبقى الفرق اللي بينهم فرق دايا صح؟ ده يقولوا علي بقى ترابيوتك ويندو ترابيوتك ويندو النافذة بتاعت الامان بتاع الدوى كل ما كانت الشباك واسع معناها ان الفرق ما بين الترابيوتك والتوكسك دوز كبير وكل ما كان قليل معناها ان في احتمال عالي للتسموم تفهمنا يا جماعة؟ بل ما جيه يستفضلوا نسبة يعني ايه؟ يعني نسبة الناس اللي جانهم مثلاً مثلاً بوهم مروا ديبريشن لما اخدوا الدوى بقرعة كذا بايزة؟ وبعدين لما زودت القرعة النسبة دي زادت مش هو الرقم الالف بسيط دو ده ثابت يعني الالف ده مثلاً ثابت لكل الناس ثابت لا طعم احنا مش كل الناس بقى زي بعض في ايه؟ في الابسوربشن والدستيبيوشن والسيطورز والكينيتكس والإليمينيشن واللي مش عارف مش كل الناس قدبعها هو رقم تقريبي مش كده؟ يعني ممكن واحد ياخد الف ميلي جرام وما يموتش واحد ياخد تسعمائة او سوائمائة ميلي جرام ويجي لوقتي التوكسيسي فالفكرة بقى فكرة دي حاجة تقريبية ليه مش كده طيب المهم بس فهمنا الفكرة تاعت الترابيوتيك ويندو كل مكان الفرق ما بين الميني والترابيوتيك والميني من توكسيك كبير يبقى الدواء ده سيفر كتاب القسم كانت بقراسم كيروذين واحد فيهم الويندو تايق اللي هو العشمال اللي هو الامرأ ايه؟ اللي هو الوارفرين الوارفرين المناخن ان شاء الله في الترمية تانية في البلد اقولك الدواء دا يمكن قلتلك قبل كده دواء مزعج جدا ودواء دايما انت خايف منه خايف يكون تأسيره قليل فايديلي جلطة وخايف في زيد شغله في عميري نزيف رهيب المشكلة بتاعت الوارفن فضل المشكلة بتاعت الوارفن فضل اه نفس الدواء بحسب الدورس بتاعته يعني في جرعات صغيرة بيمتص كله لما علينا الجرعة شوية حصل مسلا لكارير او الانزايم ببعيش بيمتص كله وبيتكسر كله فالوارفرين دا لما تزود الجرعة شوية يحصل طوكسي كيفت عشان كده دايما يبقى فيه حاضر شديد جدا ان انا عالي جرعات الوارفرين ولازم اعمل متمع على العيان هنسمع عن بلثرومبن تايم وحاجة اسمها الاء ان ار وغير المثال بقى بتاع نسخدهم السوبيل البرسيلن دا من حاجات اكشاف تلنترس ماخدوش مايكرو قوي يعني البرسيلن دا فيه ميزة مهمة قوي ديه حاجة اسمها لانه بيشتغل على وده موجود في البكتيريا مش موجود في البناء بشكل عمومي كده البرسيلن مش بس عشان ليه عشان ليه فهمت قصلي ايه الفرق ما بين او والمينمم تايمياتيك دوز والمينمم تايمياتيك دوز فرق ادين او فقدر اعلي جرعات براحتي يعني رقيت العيان ما خلفش بالبرسيلن اقدر ادينه ضعف الجرعات واقدر ادينه اربع اضعاف واقدر حتى ادينه عشرة اضعاف الجرعات لان كل دا مش هيوصلني من التايمياتيك او المينمم تايمياتيك فهمت يا جمعا يبقى الورفرن دا خطر وعرفنا السبب البلسيلن دا بالنسبة للكلام اللي موجود على فكرة الكيرف بص عليه وبس الخطوط مش واضحة اوي يعني هتبقى خط نازل كده من اول حتة لفوق دي وخط تايق على ويبقى المسافة اللي بينهم اسمها ثرابيوتك ويندو الجزء اللي جاي بقى احنا خلاصة كده حتة البيتولوجي اخر حاجة بقى في انا عايز اقولك ان بقى ان مثلا ثلاثة اربع سنين او اكتر تقريبا مفيش انتحان مفيهوش سؤال على يعني لو انا عملت احسى كده لو فضيت ان شاء الله وعملتلكوا احسى كده على سئلة الجنرال غالبا هلاقي اكتر دا اكتر سؤال بيتكرر هو دا وبعدين وراها اكتر سؤالية هتقوموا بقولين في اسئلة الجنرال في الاخر فده حاجة من الحاجات الاساسية بالمناسبة السؤال مش بيجي انك تقول all the factors عمر ما هي كده لان اسئلتنا بتبقى كل سؤال عليه خمس درجات كده حاجة محددة برضو من ضمن المحتمل قوي تيجي في الامتحان الحاجات المهم قوي هنشرحه ان شاء الله دلوقتي وال factor بتاع 6 اللي موجود عندنا نمر 4 وال factor بتاع ال pathological condition او pathological state اللي هو بصفحة 29 بس دا لا يمنع بقى ان او اسألك في اي factor بس ما اولك يعني يعني frequency of يعني اسئلة هم اللي هو اكتر حاجات بثيه طيب ال age وال sex والموزي بتاع pathological state الكلام بقى اللي هو اي factor اللي كانين انا وصفت الجرعة therapeutic من الشخص اللي وصفتله therapeutic dose لما قولتلك الجرعة بتاعت الان انت بوقتي 500 ملي كل 6 ساعات adult يعني ايه adult سنه من 20 إلى 60 اش كده male وازنه 70 اي variation تانى بقى محتاج لنا اضبط جرعات نمر واحد في variations اللي ممكن تحصل حاجة اسمها biologica او يسموها individual variation هتلاحظها كتير قوي عيان ياخد دوا عشان مثلا عنده اعتهاد في المفاصل ياخد الدوا المشهورة مثلا زي الفلطانين بالجرعة العادية تحسن قوي واحد تانى ياخد عنده نفس المشكلة وعنده نفس الظروف adult male ووزنهم كل حاجة زي بعض ياخد نفس الجرعة وما يبقاش في response دي اسمها biologica variation واعتمد بقى زي ما احنا بقول كده على genetics بتاعت العيان اخبار enzymes ايه والmetabolism والabsorption وكل اللي انت سمعته قبل كده الى حد ما معتمد على race الناس في كوردو اللي هتشتغل بطنه هتعرف ان فيه ادوية مثلا ادوية ضغط تشتغل على الاوروبيين والامريكان مثلا ما تشتغلش على الاسيوين والافرق والعكس دي حاجة ايه علاقة بالرace يسموها racial factor في عندنا برضو من ضمن الفاكتور اللي بتحدد response بتاع الدول nutritional state او مثلا environmental conditions كل دي حاجات بقى ممكن تفرق response بتاع الدول الفاكتور اللي بلا اتنين اللي هو الفاكتور الفاكتور اه الجزء بتاع مثلا اللي هو يعني discuss الفاكتور related to the age of the patient which changes او يعني modifies the dose of the drug اواريكم ان شاء الله اسئلة الريتن في المزاكرة بتاع الفاكتور اللي اعملها لكم ان شاء الله ان شاء الله يعني الاسئلة اللي جات general في الاخر الكامسة الجزء بتاع الage بقى يعني عارف ان انا خلاص حسبت الجرعة للأدلت مش كده عايز اعرب بقى السن اللي اصغر من الأدلت ايه اخبار الجرعة بتاعته اللي بتسميها البيدياتريكس اللي هم الأطفال يعني والناس اللي اكبر من السن الستين او من السن الستين فما فوق نعمل ايه في الجرعة بتاعته دي اسمها جيرياتريكس اللي هو يسموها يعني جرعة المسنين طيب اولا البيدياتريكس عشان احسب الجرعة بتاعتهم عندنا طرق كتير قوي ابسط طريقة اللي بستعملوها كتير قوي ان كثرة الاطفال كده في الاجوية العادية اللي بستعملوها انها قئيس جرعة الطفل ك percentage of the adult dose يعني ايه؟ يعني لو سن الطفل ده شهر كويس؟ بياخد 10% of the adult dose لو الكدير ما وصف له 500 ملي الطفل ابو شهر ده ياخد 50 ملي كويس؟ لو وصل لسن سنة هياخد تقريبا 25% من الـ adult dose ياخد ربع جرعة من كبار لو وصل 3 سنين ياخد 33% of the adult dose وصل لت 7 سنين بياخد تقريبا نص الجرعة وصلنا للنشر السنة بياخد 75% تربع جرعة الكبار مفهومة؟ لابا انا باعرف جرعة الكبار او بجيبها من اي مكان وبعمل percent ديها على حسب السنة تاع الطفل مفهومة؟ لا دوز دوز ملي جرام يعني هتديه نفس الدوار على كبار بس الدوار على أقل ولا؟ لا لا هفتغل معاك ان هو محتاج انت واطي مثلا ام بيسلم كويس؟ هتديه الكبار بياخد 500 ملي كل 6 ساعات هتديه هو على حسب سنه برسنت من 500 طبعا؟ لو ناوصي اصبه منوك الدوار دوار نفسه هو بقى دوز ملي جرام ولا؟ جلسا مينو مسلا اخص حوانا هلمو لا هو ممكن بقى تلاقي تركيزات تساعدة يعني كل مسلا دو الاطفال هاخد منو واحد مليلي ليتر مسلا وهو وسيرا هيساوي 50 ملي جرام عشان يسهل شوية موضوعك حسبة يعني او ان انا حضر التركيز اللي انا عايزه في دوز معينة اللي فوق اللي اتنشر على فكرة فضل بس هاحتاج هاحتاج طريق ادق في الحساني يعني طريقة البرسنتج دي في الادوية اللي هي ما فيهاش تكسيسيدي اوي يعني ما فيهاش احتمالات ان الابار عالي تعمل مش كينة لكن لما يجي مسلا عالي الطفل مسلا بكانسة كيمو ثرتي ما بحسبهاش ابدا بالبرسنتج فيه طريقة تانية بتاعت السيرفس ايليا موجودة على طول جنبها على طول دي طريقة لان داخل فيها فاكتور الويت والهيط اللي هي موجودة عندنا تحت الالفانس الالفانس اللي هما اقل من سنتين او اي تشايد لو عايز احسبلي جرعة دقيقة شوية بحسبها بالنسبة للبادي سيرفس ايليا يعني بعمل ايه بقى بجيب الادلت دوز واضربها في السيرفس ايليا بتاعت الطفل مقسومة على السيرفس ايليا اوث الادلت اعرفش انتو عارفين ازاي منحسب البادي سيرفس ايه؟ ايه موجودة الصفحة اللي جاية ان انا بضرب الهيط بالميتر في الوزن بالكيلو جرام واقسمها على ستة واخد السكوير روت بتاعها يعني حزبة مش مهم او بس هو بيطلع في الادلت بيطلع في الادلت رقم لو واحد بوينت سيرفس ايليا ميتر سكويرا ده الابريج ادلت سيرفس ايليا فلما اجحس الجرعة الاطفال بحس الجرعة الكبار مضروبة في السيرفس ايليا بتاعت الطفل مجمع من معادلة او من جداول او من غيره واقسمها على الرقم سابت اللي هو وان بوينت سيرفس ايليا يبدأ طريقة الحساب نمرة اتنين ودي اعني فكرة much more accurate عن طريقة البرسنتج الطريقة اللي بعد كده بقى ان انا احسب الجرعة according to the age معادلة مشهورة اسمها young formula يونج ده شخص كان على فكرة زمان انا معرفو سبعا السنان دي هتعرفو قبلها كان زمان في امتحانات الفارما في الامسي كيو في اخر السنة كان بيجينا معادلات يعني ديني مسلا سن الطفل ويقول لي حسب الجرعة على حسب ال young formula ال young formula دي سهل قوي بجيب جرعة الطفل ان انا اخد ال adult dose واضربها في سن الطفل بالسنين على سنه زائد اتناشر رقم سابت بدرب ال adult dose في ال age in years على ال age زائد اتناشر اقول لك مثلا كده بالارقام سهل قوي ال adult بياخد سبتمية ملي والطفل دا عنده مثلا ست سنين تعرف تحسب الجرعة according to young اعمل ايه اعمل ايه ستمية في في ستة على ستة زائد اتناشر صح؟ يعني ستة على تبنتاشر يعني واحد على تلاتة ستمية في واحد على تلاتة تساوي متين ملي كويس؟ سهل خط دا نحسب الجرعة according to young formula يبا عرفنا كده بقى ازاي بنحسب الجرعات؟ الجزء التاني اللي بتتسايل فيه بقى هم الاطفال مختلفين على ال adult في ايه؟ يعني انت ليه مضطر انك انت تغير ال dose for children عن ال adult تفتكر في ايه؟ يعني ايه فروح المهمة اللي هم ينجح حتى بتبصت الكتابة؟ في ايه بقى؟ ليبر صح؟ لنحباتك ميكروزومال انزاينز مش زي الكبار كيدني وبالتالي برضو مشكلة الريناكسكيشن ولاي يلم كميتها اقل في البلد الوزن بقى بتاع الطفل انت عارف انه وزن البني ادم ده هو عبارة عن ثلاث حاجات عبارة عن حاجة اسمها lean body weight اللي هو lean lean ده اللي هو المسلس صح؟ وجزء من الوزن عبارة عن fat وجزء عبارة عن fluids طيب انا اللي همني في ال body weight دايماً ال lean body weight اللي هو العضلات اللي هو ده المكان اللي فيه باسكولاريتي عالية وده اللي هيوصل له الدول المية ما تلمنيش قوي يعني بالذات لو كانت يديمة مية زيادة يعني والfat ما تلمنيش خاص الفات لا يدخل نهائياً في الحسابات حتى عارف السبب؟ ليه بس تابع الموضوع عن fat subcutaneous fat او البسر الفات او غيره من القصة عشان ما فيش باسكولاريتي وعشان هو غالباً بفهوش ميكانيزمه باكشن اللي ده هو يشتغل فيه يعني لا فيه receptor ولا فيه enzymes ولا فيه ولا فيه اي حاجة ده هو هيشتغل عليك فيتقال دايماً على الفات انه كأنه نسيق خامل مالوش اي قيمة في موضوع الاكشن او تدرك يبقى اللي هميني دايماً هو طيب بالنسبة بقى للاطفال تعالى بصف الكتاب كده هيقولك ان المية تفرق المية تفرق كبلازمة صح شوية عشان صح عشان بس هو يعني خلاص جرر عرف ان انا هاعرف الفيديو بتاع الادوية واقدر اعرف منه التركيز اللي انا عايز اوصده والجرعة هو تعرف فرق الكبار عن الاطفال في المية ايه يعني الادلز قد ايه من وزنهم مية احنا وعناها بكده قد ايه من السبعين كيلو مية ستين في المية صح الاطفال اكتر من ستين في المية يعني وزنهم اكتر من ستين في المية برا عن مية الفات مش كتير اوي الفات اقل من الادل شوية اللي بقيه اللي هو ال lean body weight ده تقريبا هو ده اللي بحكم به يبقى ده فاكتور مهم لكن ما يمليش اوي total body water وما يمليش اوي ال percent of fat اللي اهم بقى من الكلام بتاع ال body weight والكلام ده البلازما بروتين انا عايز حد يفسرلي لما البلازما بروتين في الاطفال تبقى اقل من الادلز السفر معنا فيه او حتى في الكبار مش كده او حتى في المسند الكبير في الصد انا ربابات دي ده جزء منه هيبقى bound ملوش قيمة وجزء منه free هو الاكتف لو البلازما بروتينز قليلة الفري هيعني فقط يؤدي الى بلازما اقلل الجرعة يبقى الاطفال عندهم بلازما بروتينز اقل وبالتالي ال free form عندهم اعلى عشان كده محتاج ان اقلل الجرعة شوية الفاكتور اللي بعد كده البلاد بريم بانيار البلاد بريم بانيار هو ومكتوب ان هو مور بريم بانيار معناه هو لسه مش محكم اوي زى الادلت بلاد بريم بانيار حد عنده دليل رفو عليك السلفة لما اخرناها في الكبار ما عملتش كرنكتر الصح ولا عملت تعرفين السلفة بتعمل اس بلايسمينت اوبللوبين على البلازما بروتينز في الكبار بتعملش يمكن بتعمل بس شوية جوملس لكن في الاطفال تعمل مشكلة انها تترسل في البرين لان البلاد بريم باريير النقطة التانية هي رينا الكلينانس اقل طبعا في الاطفال عمل الكبار وكاتب الامينولايكوزايت هو يعني سعيد الحياة بهذا الاختيار شمعن امانو بلايكوزايت يعني موهم انا سعيد موهم ايه الامانو بلايكوزايت ايوه طح الامانو بلايكوزايت هم نفسهم نفروتوكسك طح المقادرة اللي فاتت كده كان من ضمن الادفيرس افكس تاعت الادوية حاجة اسمها سايتوتوكسيسي وكان مكتوب نفروتوكسيسي وكان مكتوب المثل ده جنتومايسين وستريبتومايسين مش عارف ديه مش المشكلة التانية ان الامانو بلايكوزايت هم نفسهم معتمدين على رينا الكلينانس يعني انا بنتخلص منهم مش ميتابوليزم بنتخلص منهم ان انا نزلهم في اليورين زي ما هم مش كده فعشان كده هم مولئين جدا هديهم في طفل الكيبني فانكشن مش حلوة او مش لسه هم نفسهم بيقللوا وظائف الكده وهم نفسهم معتمدين في التخلص على الكده فعشان كده بيهاد توجست الدوس كويس قوي لو انا هدي الطفل ده امانو بلايكوزايت الفاكتور التالت ده سهل بقى هباتيك ميكروزومال انزايت ومرضو ساعاتي اكتملت لان انا رقيت كلوروم في نيكول اش مانه يعني اش مانه المسل ده المسل الحلو او اللي تقال عشان كلوروم في نيكول معتمد في التخلص منه على ماش كده والحاجه الاهم بقى هو نفسه هباتيك ميكروزومال انهيبيتور صح؟ فلما اديه للطفل اللي اللي بيتابعه مش كويس وهو نفسه هيقل الوظائر في الكابت يعني التسامم بنحن سبناه قبل كده الفاكتور اللي بعد كده ان الارفال رد فعلها للأدوية بيختلف عن الكبار هنسمع ان شاء الله في الامفيتامين في الاوتونوميك فاكرين الامفيتامين مش كده او يعني عد لعديد كده انفيتامين ده basic drug وعشان اعالج التسامم لازم اخلي والانفيتامين ده اللي هو بينعنش ويفرفش وصحصح وما يجوعش وما يغالجش تتعب بس مشكلته ادمان الامفيتامين في الكبار واضح يبقى ان هو عمل ينشط السريبر الكورتكس صغير لو ان في الاطفال بالذات اللي عندهم مشكلة هقولك عليها لو ان الاطفال اللي بياخدوا امفيتامين بيحصل لهم العكس يحصل لهم يعني يهد شوية يعني يهد شوية يستعملوا الامفيتامين ده في الاطفال في حاجة ما اعتقدش ان عمش باسمارته عنها هادا لقا حاجة اسمها اعتنشن ديفيسد اسمعناش او حاجة اسمها اعتنشن ديفيسد هايبر اكتب اس اردرز اا الاطفال اللي عندهم كلمة اعتنشن ديفيسد معناها اعتنشن يعني تركيز وديفيسد صح مش قاتل يركز الطفل عنده صعوبة في التركيز طفل ده يعني يعمل حاجة ويزال منها بسرعة ويعمل حاجة تانية ويسيبها ممكن يبقى معاه بس مشكلة نقص الانتباه دي وممكن يبقى معاه حركة زيادة يسموها هايبركانيتك بسودة الطفل ده لقوا انه عنده خلل في في البريين هي اللي عاملانه مشكلة الحركة العالية وعدم الانتباه والكلام ده الامفيتامين بيصلحها الامفيتامين بيطلع مادة اسمها نور ادرينون في البريين تبدأ تزود الattention span تبدأ تخلي الطفل يركز خطرات اطول وفي نفس الوقت بتقلل الحركة بتاعته بتخليه ما هواش بالعكس بتعمل فيه نوع من التهديئة ليسموها السيديشن يبقى دي فكرة ان الادوية ممكن response بتاعها يبقى يبقى في الاطفال عكس الكبار حادي الفرق الاخير بقى في الاطفال مكتوب ان الاطفال can tolerate some drugs than adults عايز يقول لي ايه يعني ايه كان tolerate يعني الضبط يعني ممكن ازود للجرعة عشان اخد response كويس او ممكن احتمالات التسمم فيهم يعني تبقى اقل شوية مش كده يقادرين على تحمل الدواء والتابل القسم كانت بالمثالين الأتروبي والديجيتالس الديجيتالس كل الناس متفقة ان الديجيتالس ببقى فعلا المحتاج في الاطفال اللي عندهم هارت فيجر جرعة نسبيا عالية هي مش اعلى من جرعة القلط بس هي نسبيا اعلى من الجرعة اللي بديها من الادوية التانية يعني مش هندي بقى عشرة في المية مثلا ولا عشين في الميلة هندي اعلى شوية كويس؟ لان هي علاقة بالميكانزم بتاع الجوكسن على انظيم وعين يشتغل عليه الأتروبي في عليها خلاف شوية في كتب كتب ان الأتروتين الاطفال يخدوه وما يعملش تأثير قوي عليهم وفي كتب بزاك كتب التوكسيكولوجي يتقولك بالعكس ان اكتر ناس معرضة بتسمم الأتروتين هما اكتر حالات أتروبي بالحساس في الاطفال نوعهم متزمين بالكتاب يعني يبقى الأتروتين من الحاجات اللي ما تحوقش قوي في الاطفال مش كده؟ لما يجعالجه بقدينه نسبيا جرعة أعلى وزيه بظبط الديجوكسن وزي ما قلتنا كده ده متفق عليه في كل الكتب تعالى بقى بص على الجريات الديجوكسن بص هو غالبا الديجوكسن بص هو غالبا الديجوكسن او الديجوكسن او الديجوكسن او الديجوكسن بيقل قوي مع العمر يعني نادرا وعطبت حتى للناس بتوع الأمراض العصبية وكلامنا بيشوفوش حالات يكون فيها لسه مشكلة الديجوكسن بعد السن الثمانتاشر مثلا هو نفسه بأخراس حصل فيه ومشكلة المخالة بتاع الديجوكسن اللي بتتصلح غالبا فغالبا مش هدي أمفتة من الناس اللي عندهم ايه دي وهم كبار لا هو بيتشخص بقى هو موظم الأطفال طبعا كده اولا اللي بقى ما شو الله عليه شاقي وبدل ما يطلع برودة وبتاعه وموصلين منه عمالية نطط ويكسر وبتاعه مش كده بس فيه حاجة بتبقى زيادة شوية بقى بيزاد في المدرسة يعني الطفل ده وهو في بيتهم عادي بقى هو شاقي حمادا شاقي وربان البالك فيه خلاص يعني لما لوح المدرسة بقى ما يعرفش يركز ويتهم ان هو فاشل وهو مش فاشل ولا حاجة او ان هو غامي او ان هو متخلف وهو ما عندوش ايه مشكلة بديه وكل مشكلته بس نقص التركيز وده على فكرة برضو اللي فيكو بقى هيرى الكلام ده او هيدرس الموضوع ده ده ليه معاملة معينة في الفصل يعني ده لازم يقعد في حتة الواحد وكده بعيد عن عن اي حاجة تعمل ميقعدش يجبى حد ميقعدش يجبى الشباك ويبقى راير من القبلة عشان تركز معاه شوية يعني ليه كده التعامل معين يعني نبص بقى على الانجيرياتريكس انجيرياتريكس الموضوع دي من فوق سهل الستين مش فلا؟ حساب الجرعة في الجيرياتريكس سهل او لو هو من ستين لسبعين ياخد تلت تربع جرعة الادلت لو عد السبعين بقى ما شو الله كده يبقى ياخد تلتين جرعة الادلت يبقى الحزبة ابصد كده او من الحزبة بتاعت البيدياتريكس معظم بقى مشاكل الكبار جاية منين؟ في الميتابوليزم والأبزوربشن والإكسكريشن كلام ده جاية غريبا نتيجة اثروسكنرودوس يعني بدأ يحصل مشكلة في البلد فلور الانتستين تابع ايه دي؟ بدأ يحصل مشكلة في البلد فلوتو داليبر بدأ يقادل الميتابوليزم بلد فلوتو داتيني بدأ يقادل صح؟ لبقى دي مشكلة مهمة او يفتكر بقى ان معظم المشاكل هنا سببها اثروسكنرراتيكس طب كتاب القسم جاتب اول معلومة كده ان الكبار عندهم وعندهم 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 كل ده يؤدي في النهاية الى يعني الفاكتور الاولاني ده امتصاص مشكلة؟ سبب بقى نتيجة حركة او نتيجة او غيره الفاكتور المرة الانين ان اللين بودي ويت قليل العضلات مع الوقت جايسة فيها اكتور فيها ويستيج مشكلة مع السل والمية قليلة الكمية بتاعت البودي ويت قليلة عن وبالتالي يمان كأن الفات كتير تفاهم الفكرة؟ يعني هو ما بيتخانش الكبار مش بتضرر ان هو وزنه بيزيد يعني المشكلة ان المسلز والمية والايدين فوزنه جزء من الوزنه كبير عبارة عن دهون ايه اخبار بقى الدهون؟ يعني يتعمل حسابها في الجرعات لا خالص عشان كده انا بيديش جرعات كبيرة بالعكس بقال الجرعات لان الفات زي ما انتلك بيوش اي خيمة في استقبال الدول الفاكتور التالت الليبر الهيباتيك ميكروزومي الانزيمز مع السل فاكنين الفاكتورز افاكتب الهيباتيك ميكروزومي الانزيمز كان من ضمنها الاج صح؟ قلنا السل الصغير والكبير بيقل معهم نشاط الانزيمز والحاجة التانية بدأ يقل بسبب الافروسكروز فقدرة الجسم على ميتابوليزمي اقل اكيد من الادات الفاكتور اللي بعد كده اللي هو الكيدني البلاد فلول الكيدني قليل جي افا ار بدأ يقل ولو كان الدواء معتمد على تلاقي مشكلة في تلاقي مشكلة مش قادر يكون الكاريير الكاريير افينيتي بدأ تقل شوية فمش قادر يتخلص من الدواء عن طريق ان هو يعملو النقطة اللي بعد كده كلو فعالخين حاجز معه بوستور هايبوتانشان او او وورثوستاتيك هايبوتانشان ايه مشكلته ده يعني ايه الفيزيولوجي وليه ما بيعصالش عادة في الناس السلام يعني انت رم كي تبقى نايم كده ال فينسا كويس مشكدا لكن المتيجي توف الجرافيتي هتجمع شوية من البلد في الفينس فالفينس لتير يقل وبالتالي الكارديك اوتوت يقل والبلاد برشن هايقل صح؟ عشان كده اسمه بوستيرر هايبوتنشن مشكلته ايه؟ ان البلاد فلور البريين هايقل فهم ان يحصل فاينتين ايه مشكلة الكبار بقى حاجتين اولا ان الفلكس اللي بيصلح الهايبوتنشن ده ضعيف نفاكر حاجة اسمه بارو ريسابتو ريفليكس؟ يعني ايه الفكرة يعني؟ لما الضغط يلي بارو ريسابتو استحس فبتبعت تنشط السيمباتاتيك ووظيفة السيمباتاتيك ايه؟ يرفع لك الضغط ويرجع دم يعني الفيكس لما تعمل انقباط كده الدم يرجع اجنس جرابتي فانت صلحت الضغط هم عندهم مشكلة في البرو ريسابتو ريفليكس مع الوقت ريفليكس ده بيبقى بطيء او ضعيف وفي نفس الوقت بقى انت مرعوب من انه يقع ودي حاجة على كده دي انت عرفها كليه اني بعد كده الناس الكبار في السن لو وقع لو حصل البوستر هكدت متلوح يعني ما قدر الله حصلك البوستر هايبوتنشن ووقعت مجيش مشكلة الكبار بقى لو وقع على دسكال يجيو فراكشور بيزو دسكال ويموت لو وقع على البلبس يجيو فراكشور بلبس او فراكشور نيك فيمار فخلي بقى لك من مشكلة اي دواء يعمل بوستر هايبوتنشن من عارضة ثيكر يفضل تجنبه في الاولد ايج عشان البروريسابتو ريفليكس اللي مش شغال ده وعشان مشكلة ان الفينتج ممكن يؤدي الى كومبليكيشنز جميع الفاكتور الاخير بقى اللي هو بيقولك عليه سنس ديبريسنز هتزيد يعني انتعرف البرين بدأ يحصل فيه شوية اثروس كنروز مش كلا فاورادي البرين اكتيبيتي قليل عن النورمال لو انتك ديتو دا وبيهدي وظائف المخ يعني الاخل بورفين ولا اه جينا الاثيسيا ولا اللي مش عارف الكوحل ولا باربيتويكس يهبط اوي البرين لان البرين اكتيبيتي اصلا بطبيعتها في الكبار بتبقى اقل من اطول يبقى دا بالنسبة للفرق ما بين الجرياتريكس والبيدياتريكس والأدلس يعني الجزء بتاع الويت اعتقد والله اعلم كده ان هو تقال وسط الكلام مش كده هو اللي همك في الوزن ايه؟ الليل المصد مش كده الديمة ما تهمنيش والفات ما تهمنيش لان هو زي ما قلنا باليوم مرة كتاب القسط بس كتبت كده ان فيه طريقة تانية اهم من الويت في حساب الجرعات اللي بنسميها الbody surface area ورجع فكرنا بقى بالمعادلة ازاي بحسب الbody surface area اللي هي المعادلة دي ان انا بالصبت بحسب الweight in kilogram في height in meters على ستة واخد square root يطلع للرقم بالmeter square الادل التالي كلنا حفظناها الادل surface area اللي هي one point 73 meter square لما اجي احسب جرعة طفل صغير بالنسبة للsurface area بعمل ايه؟ باخد الادل دوز واضربها في ال surface area of the child على الرقم السابت بتاع surface area of the child الكلام دا كله ان شاء الله بتالي بتقال خلاص مفيوش مشاكل الجزء بتاع السكس الحاجات المهمة في الاسئلة بتالي كلكم وصلتلكم فكرة ان في ميلز بتاخد جرعة اقل من ال ميلز من الادوية صح؟ ليه؟ عشان الفات كدير مش كده؟ واللي الbody weight النسبية المليل لعضلات المليلة وعندنا فرق اللي بقى في الميتابوليزم الصبت الاستروجين ينشط الهيباتيك مل الاستروجين الاسب انهيبتر عن الهيباتيك ميكروزومال انزايمز يعني معدل تكسير الادوية عندها المليل والآلج للعكس الهيباتيك ميكروزومال انزايمز النقطة الامرة اثنين هي نقطة يعني كنت ما هي منطقية يعني شبت لها غريب شوية لان فيه الادوية بتشتغلش غير في الفميت وكاتب جنبها اوكسيتوسيكس باتوكوليتيكس اللي بيشتغل على ايه دول؟ عاليوترس صح؟ دول بيشتغل عاليوترين سموث مصر الاوكسيتوسيكس الادوية بتعمل صح؟ هي بتسميه على اسم ايه؟ اوكسيتوسيك مش شوالة طوام بيستخدمه في ايه بس هو ابسط استعمال للأوكسيتوسيك ايه؟ ان انا اعمل او ان انا لو عايز اعمل استعملوا التوكوليتيكس عكسون التوكوليتيكس تراكس ديوترين مصر هنعرف ان شاء الله استعمالاتهم بعد ايه؟ يعني فيه حالات معينة كده لو انا خايف ان يحصل ممكن انت حاجة تريح يوترس شوية او حاجة اسمها ينسمع ان شاء الله الكلام ده قريب او في الاوتروميكة الفارق نمرة التلاتة بقى حالات معينة في الفيبينز لازم اخللي بالي من الادوية نمرة واحد المنستوائشن اه حولكم بس عشان الكلام بتاع الاسبرين داي الواضح هو ممتوب او عايز يقول لي ايه بس عشان المنستوائشن المنستوائشن مشكلتها ببعض الناس الزات اليونج في مينز شوية انها بتعمل في حاجة اسمها بيبقى فيه سباز بجامل او في اليوترس فبيعمل مقص فضيعا دي اسمها دي اسمها لو كنت اسمها دي اسمي دايان قبل كده في الحسيولوج ولا حاجة معناها البنات دول او الستان دول بيحتاجوا مسكن عشان يقلل البيين ده ادي اي مسكن يعجبك بس ملاش اسبرين ليه بقى الاسبرين هيضيع البيين بس مشكلته اللي بيزود البيين من ضمن ريوب الاسبرين المشهورة في اي شخص انه ممكن يعمل فهيزود قوي المنستوائشن في الحالات دي في امنا الفكرة استعمل بقى اي طبنا الستيرويل التالي كدفلان مش عالفولدالين في البيين اي حاجة من دول يضيع على البيين بقى دي بريكوشن مهم او ابعد عن اي دوة ممكن يزود البريكوشن نمرة اتنين بقى اسناء الحامل بقى البريغنانسي تلازم تتجنب بايه في الحواب الادوية اي حاجة معروف انها انتراتوجينيك طبعا بقى دي بقى حسب الكاتيوي بتاع الدوة واي حاجة تعمل صح؟ لانها تعمل ابورشن في اسناء الولادة بقى سمعت عن حاجة مرة كده عادت عليه اسمها نيو نيتا الاسفيكسي لما كنا بنيدي للام في الولادة مغفين كمسكن كان بيعاد او باربيترين صح؟ كان بيعاد البلسنتة البقية ويعمل انهيبشن في اسميراتري سنتر او طفيتس كانت ولد الطفل مفيش نفس اخر حاجة بقى اللي هي ديولينج لكتيشن هو انهي دوة اللي ينزل في بريست ميلك كل دقائمة مش كده بس اللي هيبقى زيانة بقى زيانة اتعرفت او البيزيك مش كده هو اكتاب التصمي كاتب تقيلة معظمة الادوية ادوية الامساك يعني اللي بتفضل الانتستن الانتيستامينيكس وانا في رأيي ان دول حاجات مش خطر خالص حاجات الخطر قوي حاجة مثلا زي الانتيكواجرانس او ما بتاخد انتيكواجرانس زي الوارفرين ويعدي مع البيزيك ميلك ممكن يعمل بليدينجامل في الطفل او حاجة زي بتعمل مشاركة للبون انت قبل منس بس عشان حد سألني الصبح تقريبا فيه نقطة في البرينانسي مكتوب افويد اوكسيتوسيكس مش كده وكاثارتكس كاثارتكس بس هي كلمة ليس لها اي استعمال في الطب حاليا بس هي كانت مجموعة من اللي كانت سيفير يعني ادوية كابت تتاخد زمان في علاج الكونستيديشن بس كانت ادوية اوية فكانت لما تتاخد تعمل كونجيشن في البلبس كله تعمل احتقان في اليوترس وانما يحصل الكونجيشن في البلبس بقى كعصة دي في اليوترس بالذات يعني ما يبقى بالزبط لو هي يجزين قوي ولو هي في حالة حمل يحصل فعشان كده الكاثارتكس دي كان بتعمل في الوقات كان بيستعملوها على فكرة زمانة في الطب الشعبي يعني الناس اللي عايزين يعملوا اجهاد لحد من غير ما يجيبوا دوة اصلا بيعمل يجيب وصفة من البدوع من العبطار كده حاجة بتعالج الامساك كانوا اسامي غريبة كده زمان ويشرب الست الحامل دي الدوة بتاع الامساك ده يجي لها بسبب ان هو عمل ووراء مصل بس عشان عفكرة انا بانسا كتير يعني انا مش حافظة كتاب بالكلمة يعني فبانسا كتير اسامي يعني انا بانسا كتير حاجات وقعدت بمبارح يعني اعلم عليك كده عشان يعني مرة كده انجبع لكم الحاجات اللي انا مسأتي يعني في حد النهاردة سألني مرة اللي فاتت على حاجة اسمها مش كده مش النهاردة سألتوني كانت في الجزء بتاع الالجي كان في حاجة اسمها اسمها في ناس عارتها وطنشت وفي ناس ما عارتها وفي ناس عارتها وسألت حاجة معلولكو بقى كل الحاجات اللي انا نسيتها دي فاشة ده كده اقولكو عنيها ان شاء الله ده بالنسبة الجزء بتاع الالسكس الجزء تعروض كلام سهل اول هو انا اخد الدواء قبل الاكل ولا بعد الاكل ايبا على حسب لو كان الدواء زي النانستيروين المسلا والحديد ببعض الاجي لكن القادة العامة بقى ينتخذ على عشان ما يقل استركيز الدواء وعشان ما يلقاش فيه مشكلة من مثلا البروتين مع الـ الكلام احنا سمعناه في الجزء بتاع الـ بصورش النقطة التانية في الـ أحيانا نفس الدواء بيعمل مختلفة يعني هو نفس الدواء بس لما تديه أورا يعمل حاجة ولما تديه ركتم يعمل حاجة ولما تديه IV انتليوشن يعمل حاجة تالتا اعتقدت بالمثل الوحيد اللي في المنهج ده اسمه ماجنيسيا بصنفيت برضو احتمال يكون عدة عليك ويقول عليه بيشتغل بطريقة اسمها الـ ويسموه اللي انا وبتلك عليه حتة بالعربي اسمه شربة الملح الدواء ده بنبلع أورا كده بتركيس عالي أو بقرعة عالية بيشتغل كـ فاكرين فكرته ايه الـ الـ ده يجمع مية فيزود البلق فيعمل وبالتالي يحصل فيفضي الـ لو اتاخد أورا بقرعة صغيرة يعمل حاجة اللي مرتونهم الصبح عليها استقربوها قوي اسمها كولا كوك اكشن يعني واحد كولا كولا يعني جول بلدر مش كبه يعني الدواء ده بيعمل الـ نفس الدواء بقى لو اتاخد على شكل حاجة نسمعها ان شاء الله في الـ اسمها يعني حونا شراجية بس مش الهدف منها ان انا فضي القولون ده الهدف منها ان انا بديك دواء كطريقة لانتصاص الأدوية المجنزم صوفيت لما بيتاخد على شكل بيشتغل الـ حد يعرف فسرها بيسحب مية ليه؟ اوزموتيك صح؟ مش هو زي ما عمل اوزموتيك اكشن لما تبلع يعمل اوزموتيك اكشن لما يوصل يسحب شوية طاية كده ويجزره بعد كده في اليوريدي فاكر فكرة المانيتولي ونفس الفكرة التالية نقول ليه فبيتاخد في نفس الحالة بيتاخد في حاجة اسمها عشان يقلل شوية بقى هنا معتبت نشتغل مش لما يتاخد ده لازم يتاخد غالبا علشان كان زمان بقى بيتاخد انتو عارفين يعني انا فاكر كده بشكل مبسط او الفتسيولوجي كان يقللنا الكالسيوم والماجليزيوم دول عكس بعض على الكالسيوم بيه والماجليزيوم بالعكس لو اديك ماجليزيوم صنفيت يقلل نشاط اي يعني يقلل نشاط ويقلل نشاط ويقلل نشاط والكاردية فكان زمان بيتاخد ك يعني ايه انتو بيتاخد في علاج التشلوجات طبعا فيه ادواء احسب منه كتير او دلوقتي ما عادش بيستخدم لكن لما كان بحب اضيع التشلوجات دي تعرف معناها نشاط عالي فانا بحاول اقلل النشاط اعطليني نقلل نقلل ماجليزيوم صنفيت باين تراملينس انفيري هاولوكو خبر حلو بقى اني امرة سبعة دي مؤجلة للبرة الجاية لانها معتبدة على حاجة اسمها زي أوردر وفيرس أوردر كينيتكس لسه ما شرحناهاش هنقولها ان شاء الله وحنا نشرح الجزء ده الفاكتور اللي بعد كده حاجة اسمها سايكولوجيك الفاكتور اه انتو عارفين اما ييجو يجراجو دواء؟ الضبط بيستعمل او بيجاؤو الحاجة اسمها بلاسيبو افكت تمام ان هو مسلا افترض معاك ان انا بجراج دواء جديد في علاج الهايبورتشن بيس؟ الشركة الادوية اللي صنعت الدواء اللي فيه مادة فعالة عاملت مسلا أورس لونه أحمر ويروحوا في بداية الاستعمال لسه دواء نزلش السوق يروحوا عاملين نفس الأورس شكله هو هو بس مسلا عبارة عن أورس سكر او أورس ستارش حاجة انرد ملاش اي فارباكرواتيجا ويجيبو عيانين عندهم ضغط يبدوهم الدواء الاساسي ده الحقيقي ودواء عيانين تانيين مجموعة تاني يجديهم الدواء المزيخ ويبتدو بقى يقنع العيانين دول ان الدواء ده جديد وحلو ويجيب نتائج جميلة وضغطك هيتصلح وكده ويشوف بتاع القدوية ساعاته لايه الناس اللي اخدت الدواء المزيخ دي ضغطها أقل يبقى ضغطها أقل هنا بسبب فارمكولوجيكا الاكشن دي يقول يعنيه سايكولوجيكا الافاكت ويستعملوا بها ساعات على الفكرة في الطب النفسي يعني في الناس اللي عندهم مشاكل الايستيريكا او حاجات مالهاش علاقهم مبيش مرض عضوي ايه ولا خلل مثلا في كينيا بتاعت المخ ولا حاجة ساعات يديهم الأدوية اللي يسموها دامي بديكيشن هو هي فايدتها انك انت يعني الدواء المددواء كويس المفروض ان يكون بتاعه بس ديوتو فارمكولوجيكا الاكشن لو كان اه لو كان في فاكتور سايكولوجيكا في المالوريينة مفيش فرق اوي في النتائج ما بين المجموعاتين دي مش في مصلحة الدواء لوي المعناه ان هو فارمكولوجيكا لي كان كثيرابيوتيك افاكت مش اوي لجزء من شغله معتمد على سايكولوجيكا اه لو لديت الدواء ما حصلش يعني حصل معا في الناس اللي اخروا البلاسيبو بشكل واضع يبقى دي مش حاجة كويسة دي معناه ان جزء كتير من ال اللي امتا جبتوا في النتائج بتاعه وعالفكرة تاني انتوا عارفين الكلام دا ساعات ببقى العيان او مش ساعاتي العيان مش عارف الدواء دايما والدكتور عارف او مش عارف عارفين البلاين والدابل بلاين والحاجات دي ولا ما اخدتوش طيب مش مهم مهم يعني ان هي حاجة بتتعمل عشان ان يكون الدواء دا بيشتغل بايسيكولوجيكا بسمان الحاجة اللي بعد كده يسموها باتولوجيكا ستيت كلام سهل قوي بعد شو الله كده وبسرعة مكتوب ان في بعض الالوية ما بتشتغلش غير في وجود مرض اولا المسال مشهور قوي وانت فسرلي كده الاسبرين لما ديجي نشرحه هقولك الاسبرين is an anti-pirotic not hypothermic فهمت حاجة؟ الاسبرين is an anti-pirotic drug و not a hypothermic drug يعني ايه؟ يعني الاسبرين يقلل ال high temperature لو انا عندي فيفر يرجعها normal مش كده؟ لكن لو انا معنديش حرارة عالية واخدت اسبرين عشان واجع او صداع مش هيقلل body temperature below normal ما يعرف التفصيل ان شاء الله سببها البروستاك باندد والسيت بوينت تحت الريبوترامس وكلام كتير او ان شاء الله جاين نفس الكلام الديجيتاليس لو حد فينا جرب ياخد ديجيتاليس مش هيحصله ديوريتيك اكشن لكن لو انا فيه heart failure الديجيتاليس يعمل ديوريتيك افكت وهيب عبارة ان شاء الله تفسيرها مع الكارد الاوتبوت لما يزيد ورينا البلاد فلو لما يزيد هنعرف ان شاء الله هو ليه بيب اجتمل كديوريتيك في الناس اللي عندهم heart failure وعمره ما يعمل ديوريس a normal patient يبقى ديها مثال الالوية ان ما تشتغلش الى في وجود pathological condition النوع التاني بقى او النقطة التانية super sensitive تاني خلاص انتو بعيدو خبرة فينا super exaggerated normal response مش كده ان انا اجي therapeutic dose بقى ارد فعلها طبيعا متوقع بس بشكل مبالغ فيه وقلنا طبعا اشهر مثل الادرينالين او اي في الناس اللي عندهم وعرفنا السبب بقى اما receptors super sympathetic اما مشكلة metabolism طيب هو دي بقى بعد كده غير مثال ادرينالين ده ان دي مثال تاني اسمه في الناس اللي عندهم bronchial ازمة انا برضو عشان يعني ماذا ينترق كله لا ينترق كله هناخد الكلام ده بعدين بس انا عايز قللك برضو باختصار كده البرونكاي في البنى الادم عليها نوعين كبار من receptors smooth muscles تاعت البرونكاي عليها 2 receptors receptor اسمه beta 2 ده بيعمل bronchodilatation وreceptor اسمه m غالبا m3 بيعمل bronchoprostriction او bronchospheres بس كلنا عندنا كده اي بني ادم عند البرونكاي عليها الاثنين دول ده بيشتغل بادرينالين فبيوسع وده بيشتغل بأسيطاء الكلين فبيقل الديابيتر او الكاليبر بتاع البرونكاي يعني انت واسع البرونكاي عندك دلوقتي هو محصري في اثنين صح؟ واحد يوسع واحد بداية لو احنا دلوقتي حد فينا فكر ياخد beta locker لأي سبب beta locker هتقفل beta 2 وتسيب يعني البرونكاي يحصل فيها شوية نوروينج مش هيزعلك اوي مش هتحس بيه تقليبا لكن افضل بقى ان العيان ده عنده bronchia الازمة انتخيل bronchia الازمة دي معناها ان العيان بيجيله كده في البرونكاي وعنده مشكلة وبيقرحه وصدر بيزيق مشعلق ايه شكل بتاع الراهبو ده لو العيان ده خد بيه تبترى البرونكاي تديه زينا كده ما يحسش بيها ولا ديه بشكل مبالغ فيه ديه بشكل مبالغ فيه لانك انت افلت الريسبتور اللي بيحاول يوسع البرونكاي وسائب الريسبتور اللي بيعمل bronchostase فده المقصود بكلمة super sensivity of the beta لو عايز يقول لي ايه يعني عايز يقول ليه في الجملة دي ان البيتا blockers ممكن تعمل bronchoconstriction بس هيبانك بشكل مبالغ فيه فين بقى الناس اللي عندهم bronchia الازمة تمام؟ وان شاء الله في البرونكيا الازمة وفي الادرينالين وفكرتنا كله هاسألك في اليون سؤال على الجزء ده حكاية ان هو في بيتا ومسكراني يعني هاسألك دلوقتي السؤال كده عشان نروح بقى هو عليك البرونكيا الازمة ازاي واللي انت شايفه ده انا مش عايز يسمي يا دوي انا لسه بدلي عليهم الفكرة ايه يا ام ادي بيتا 2 agonist سمعت مرة دين عندها اسموصل البيتامون مش كده يا ام ادي بس كرينك الازمة صح؟ دلما المعطين كبارة او في البرونكيا الازمة والفكرة اللي فيه هي دي ان انا عايز اشغل اليدوسع اوقفر البداية خلينا في الكلام ده عشان نمتو زيبتوا عايزين نمشي بقى ال pathological condition ممكن تبسر على drug kinetics كلام سهله لو انا عندي liver disease مش عارف اكسر الادوية المعتمدة على liver metabolism لو عندي renal impairment مش عارف اتخلص بالادوية المعتمدة على renal execution المسال الاولاني ده كلكم سمعتوه اللي هو الachlorhydria ومش عارف ايه يعني هيachlorhydria فيه مشكلة في parietal cells مشكلة يعني الادر يبطلع hcl ولا pipsil ولا intrinsic factor طلعه ما بضيش intrinsic factor يبقى انت مش قادر تمتص vitamin b12 auron فييجي الاعيان ده مشكلة اسمها pernicious anemia المسال التاني بتاع الباثورجي فكرينا مرة قلتولي الدكتور فيصل قال ان ال iron مش عارف بيمتص شوية والباقي لا مش عارف ليه يمكن قلتلكم ساعتها ان لو فيه iron deficiency anemia بيحصل increase in iron absorption صح؟ وده اللي بيحصل يعني انتصاص الحديد limited في normal لكن لما يكون عندي نقص الحديد هلاقي قدرتي على ان انا امتص الحديد تزيد بيحصل نوع من ويبقى ساعتها ده عبارة عن حاجة تخيارة في بسبب مثالي كده خلصنا الجزء تعليف يجبلك بقى ان انت هتصبط الفرع على الحسن ووظائف تقق او ده زي الباقي كله تعرف قولنا الملكان والايرجي 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 من اول من اول الصفحة الاخر الاجتراكشن الاخر الاجتراكشن الاخر الاجتراكشن المؤكل او ملغي يعني في قسط مؤكل في قسط ان شاء الله هيته ان شاء الله شوفك على الاشتراكشن شكرا 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 بس عالف منه ان انا اعرف الجوز وانجل حيبتدي اعرفه اذا هاي دي انا حاجة بطور عايز اعرف او مش عايز يعرف بيدي ولا عايز يعرف مثل بي هاف او عايز يعرف القرى اللي حيبتدي اعرفه لا احنا هو دا من قياس الحاجة المالات يعني انا مجمعي بعرف ترفيتي الجوز انا بقاسي ترفيتي الجوز اللي اتعارك خمسين سنوات انا بقى مع حساب الترفيتي الجوز دي هتعالج الناس وما شابع فهده اوي بالانقصاص والانتابلزم والاكسكريس انا بقى اللي تعالج نص العالمي بحسبها عشان نحسب بينا الترفيتي الجوزي مش بحسبها عشان هي بيلا تلاحها بقى اقول الجو دا بيتاخد بورع جزي باسيمه معناها كتا بتخدع المعمرين بس يعني انت غيرتهم مثلا خمسين عيان عبر الامر الامران بيجدهم بيجود بيجود جاد وحسب والمشكلة ووجدهم خمسين عيان عندهم نقط وضيدهم بيجود المزيcke الهو شبكوت داني بالظبط بس انا مبيش طباتش في الاتنين انت انت نزكي مخص خبار عم فاص سور او فاصل اي حاجة اللي دين هاكلهم بيجود دي واصلوا في علاج الضغط الادوالهه ندمتاني علمه والادواله عليه علاج الضغط وادواله على الضغط الناس اللي عقب الدواء بقضوهم تقضي قانعة الدواء الاسد لي اكشن السبب التاليين بقضوا مع ديه مسلا ايه الي نا? نا? القضاء المجموع دي بقضاهم احسن دواء وجوة جميل ومن سويسرة ومن الالمانيا وهمتعرف ايه? وده اللي هتصلح الضغط وده هيبقى احسن حاجة في الدنيا. لقيت ستيل ضغطوه معايا. يبقى هما اتخسروش سايكولوجيكا مش كده? يبقى دول لما ضغطوه في ايه? يبقى الضغط بسبب سايكولوجيكا ولا بسبب فارماكولوجيكا. لأ. سايكولوجيكا منفعش خلاص. سايكولوجيكا في المجموع اللي نستعملت فيها السايكولوجيكا تباكتور دي تغيرش حاجة. رغم ان انا عاطف هامون الدواء ده حلو لكن ضغط في ده لحاجة. لكن دول ضغطوهم قلل. على كده وصل الدواء افتر. انا بلاقي دول ضغطوهم قلل الى حد ده ودول ضغطوهم قلل بقى عندي بقى اي مشكلة. فجاهز يكون ده الريسفونس ده زي دول. سايكولوجيكا. والدواء ما جابش نتيجة حالو دي يو اقو اكبر مساة اللي انت manger Urrum بوقيف في الطبيب بواس انا بترك جرعة من High me ده الجرعة لدяв الس croch العاء busca قصر العدل والقصر يعضب بواسق بارام العقوم ب Ting Support Number . ب � بس الانت مستشاح معناها اني بقى. انا عشان اوصل الدواء للدم. اه لا هنا بقى. انا مينيش هنا. معناها. الضبط. عشان اموت نفسي الخمسين دول. احتاج ازي جور عدين ان الدواء ده بقصاصه صعب. يبقى معناك مش كده. مش كده اوصل الدم بسهولة عبرين جورة. فبقى قريب لبين تربيد. فرق مش كبير يعني هنا موت موت بجورة عمية وخمسين. وهنا موت بجورة عمية عمية وعشرين. مش كرق بديد. لكن لو هنا موت مسلا من جورة عمية. انا موت بجورة عمية وعشرين. لا. فلا يبقى بجورة كبيرة. يبقى امتصاص ومش حلو قوي انتجعوها. لازم تعود بجورة عمية. كوتينورية معناها تنزل كوتيني في جورة عدين. اوصلية بالزلط. زي ينورية ايز. اوصلية موت موت ما حدا بجورة عمية. ربما حاجست comptار او كالسي ما وغيره هتلاقي ريس بونسو لاني كل اطول اكتب السفل عليك اللي بيحسن دول الخارية معاش زي الاول فتتحالو انت عضو بتاعي الزقط او تطلع على سفل كدير على سفل اه لحسن سامعك المتحان على الدوز والاكشن بروح كتب الكلام ده ما حسبك عليه بقى انا كتبتلي ازاي باليسم الكورة او لا اه انا كتبتلي مش عليك اه 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 اه